الإعلان بدأ بالصوت العالي من حق كل صاحب عمل أنه يسعب كل جهد التحقيق أرباح مرضية وأنه على المدى يثبت في سوء العمل بنجاح ومن بداية معرفة الأنشطة التجارية وأهميتها بدأوا التجار في السفر والتنقل من بلد لبلد والاستقرار في الأسواق المقامة لعرض تجارتهم وكانوا بيعتمدوا على أسلوبهم الأنيك وابتسامتهم الواسعة وأكيد حسن العرض ومن هنا وعلى هامش موضوعنا بدأ انتشار اللغات واللهجات التجار كانوا بيعتمدوا على أهم ميزة وهي الصوت العالي ومنهم اللي كان بيستعين بصاحب صوت مميز علشان ينادي على البضاعة في مقابل أجر نظير عمله وتبدأ الأصوات تعلى وتتسابق علشان نسمع نغمات صوتية مختلفة بين كوسين كريزمة الصوت وكمان مش هيفوتنا نشاور على خطب زعماء وقادة الحضارات السابقة في المناسبات المختلفة لشحن همم شعوبهم أو لتحفيز الجيوش وكمان خطب المثقفين زي الشعراء يعني الخطابة ليها عمقها في التاريخ ومن هنا نقدر نأكد أن الإعلان بدأ بالصوت العالي وكان وسيلة فعالة جدا للدعاية والترويج والإعلان بصوره الحالية هو تطور للصوت العالي في عهده السابق واللي يأكد الكلام هتلاقي في دراسات الجدول أي مشروع بند خاص للإعلان واللي يشمل طبعا التعليق الصوتي المعروف بفويس أوفر ومع التطور الملحوظ أصبح كل صاحب عمل بضغطة زر يقدر يروج لنشاطه بكل سهولة ده غير أن يقدر يحدد قيمة الإعلان والفئة المستهدفة وأعمارهم ونطقهم الجغرافي وكمان اهتماماتهم ولما اندقى النظر أكتر هنلاحظ أن الإعلان التجاري أثبت فعاليته من خلال الوسيلة المرئية شاشة التلفزيون وده من خلال عرضه بالمواسم والتوقتات الهمة وده يعكس مدى أهمية الإعلان في حد ذاته بالإضافة الإعلانات الطرق والإعلانات المباوبة المتعارف عليها من زمان في الجرائد والمجلات واللي أصبحت إعلانات مباوبة بالمواقع الإلكترونية العصر الرقمي في الوقت الحالي كأنه قالت زمن نقدر من خلالها نمر العوالم أصبحت وضحة وضوح الشمس علشان كده هيفضل الإعلان بتطوراته المستمرة المقبولة وبكافة أنماطه أدافة عالة بتوصل للعملاء أيا كان مكانهم والإعلان هيفضل شغف لكل مستثمر أيا كانت حجم أعماله وهيفضل عمل رائج جدا لكل العاملين في مجال التسويق والدعاية والإعلان واللي بدأ بالصوت العالي هيستمر وهو صاحب الصوت الأعلى اشتركوا في القناة